تعالوا أولاً نشكر كل الناس اللي كانت تطمئن على صحتي وفي نفس الوقت برضو نحب إن احنا نقول حاجة بعد إذن حضراتكم هو مين اللي قال إن أنا عندي كورونا؟ سؤال بسيط على قد الحال مين قال إن أنا عندي كورونا؟ أو مين قال إن أنا عندي أوميكرون؟ المتحدث اللي بيكلم دلوقتي هو نفس الشخص اللي كان بيتحدث الأول الأسبوع اللي فات اللي هو قال إيه نصاً؟ قال أنا تقريباً أو غالباً حلو قال إيه؟ تقريباً غالباً أليس من حق الإنسان أن يتشكك إذا كان تعبان ولا لأ؟ أظن من حقه طيب الفيصل دائماً يا جماعة الفيصل هو الطب التحليل المسحة البي سي آر الأجسام المضادة إلى آخر أنا قدر أتفهم إنه ناس تقلق أتفهم حق الناس إنها تقلق حق الناس إذا شخص جاء قالوا لا يا جماعة ده أنا مريض بالمرض الفلاني وهو مرض معدي الناس تقلق وتخاف وتتشكك وتزعل وتدائق بس كمان أنا ما بتفهمش إنه كل يدلي بدلو فيما لا يعرف أو يؤكد أمر لم يؤكده صاحب الأمر في الحالة دي أنا صاحب الأمر بدل البي سي آر اتعمل واحد واثنين وبدل الأجسام المضادة اتعمل تلاتة ولا أوميكرون ولا كورونا هو دور برد سخيف بالضبط زي ما أنا وصفته أنا ما حيبش حتى أقول كلمة أنا دي زي ما العبد لله وصفه دور برد سخيف وقتها أنا قلت إيه قلت تقريبا أو قلت غالبا والسلام عليكم وحتى أنا كملت وقلت ومش دي القصة على الإطلاق أنا عندي دور برد تيه الحبتين وجاي علشان كذا وكذا 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 الحمد لله وشكر لله هو ولا كورونا ولا أوميكرون هو فعلا دور برد دي كل القصة يعني وشوية دواء مقدرش أقول اسمه بس دواء برد يعني ما فيش أي حاجة تانية غير كده البي سي أر والمساحات والأجسام المضادة وخلافه كله قال ما فيش أي حاجة على الإطلاق لحد كده وتمام إلا أنه هذا لا يعني أنه البني آدم ما ياخدش احتياطه لازم تاخد احتياطك لازم وتاخد احتياطك من الأنفلوانزة وتاخد احتياطك من البرد كل ما يتم الحديث عنه حول مسألة المتحور أوميكرون المتحور الجديد على الكوفيد 19 من أنه سريع الانتشار آه طبعا وارد أنه يجي الكوى لناس كتير آه طبعا أعراضه مشابه للبرد أيوة فندم وعليه خد احتياطك ولبس الكمامة زي كل زمالي ماما لابسين الكمامة ورش المطهرات زي ما كلنا لازم نرش المطهرات ونحفظ على التباعد قدر الإمكان زي ما لازم ده اللي يحصل طول الوقت في كورونا أو ما فيش كورونا لازم تحفظ على صحتك في كورونا ما فيش كورونا لازم تحفظ على طريق تغذيتك وساعات نومك ولازم قدر الإمكان إن وجدت فيه نفسك أنا بقول لك أهو بقى وأنا أنصح نفسي إذا وجدت فيه نفسك أي شبهة لا سخنية لا كحة لا عطس لا التهب في الحلقة أو الزور أو الحنجرة لا شوية هدت حيل خد احتياطاتك فيتاميناتك اعرض نفسك على الدكتور أدويتك وتعمل المسحة ليه؟ علشان تستريح أنت حتى ما بينك وما بين نفسك مخك ما ياخدش ويجيب ويودي إلى آخره كل اللي أنا طلبه من الناس يا سادة يا كرام ما فيش داعي للإستباق لكن طبعا أي شيء يجرى بيبقى له وجه لطيف جدا إيه الوجه اللطيف اللي حصل الأسبوع اللي فات؟ الوجه اللطيف اللي حصل في الأسبوع اللي فات أنه أنا أستطيع أن أجزم وأبسم وأبسم بالعشرة ده أكتر برنامج بيتشاف مش بس في مصر بيتشاف في الشرق الأوسط لأنه كل هذه الضجة وكل هذه التعليقات وكل هذه الفيديوهات ما بين الذي يعني يرجو السلامة وما بين حتى الشمتان الله يسمحه ويجزيع على شمته وما بين من يتمنى الشر وما بين من يضمر شيء في نفس ابن يعقوب الموضوع ده بيقول برنامج التاسع وبالمناسبة بجهد كل العاملين كل الزملاء كل الناس واضح جدا 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 أنه أكتر برنامج بيتشاف وإلا وكانش كل الهوسط دي حصلت مش كده ولا إيه مش ده المنطقة ولا إيه حد مختلف معي أنا ديمقراطي صحيح بس لا أسمح بالاختلاف مش كده أهو سموحي صديقي بيقول هو البرنامج الحمد لله والشكر لله وده فضل وعدل من عند ربنا أنه يتشاف كويس